علاقات متميزة تجمع مصر والصين عبر عقود طويلة جسدت تقاربا في وجهة النظر حيال معظم القضايا مع حل الاهتمام المشترك وخلال السنوات الأخيرة تضافرت جهود التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات حيث تعد الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر على مدى عقود طويلة تشهد العلاقات المصرية الصينية تطورا مستمرا في كافة المجالات علاقات أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية حيث تنتهج الدولتان سياسات متوافقة وتنتهج القاهرة وبكين السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم بالإضافة للدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة فضلا عن تفاهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الآخر الزيارة واللقاءات الرئاسية المتبادلة كانت عنوان التقارب في وجهات النظر بين القادة حيث شهدت اللقاءات المختلفة بين الرئيس السيسي ونظيره الصينية شي جين بينغ التطرق لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اللقاءات الثنائية أثبتت توافق الرؤى حول ضرورة تعزيز التعاون المشترك إزاء تلك القضايا في مختلف المجالات الثنائية والمحافل متعددة الأطراف ولسيما في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف مع بذل كل ما يلزم من جهود للتوصل إلى تسوية لأزمات منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الاقتصادي تعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر وحليفا استراتيجيا مهما حيث تقوم العلاقات الثنائية على التفاهم والمشاركة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين ولدى الشركات الصينية والمصرية العديد من الفرص للدخول في شركات من أجل التصنيع الذي سيتيح للشركات الصينية إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتي تتيح الوصول إلى نحو ثلاثة مليارات مستهلك وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بنسبة 9.8% خلال أول تسعة أشهر من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من عام 2021 حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 12.7 مليار دولار في 2022 بينما سجلت 11.9 مليار دولار في 2021 هذا وتعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط أقامت تبادلا دبلوماسيا مع الصين في العصر الحديث منذ عام 1928 وفي أول ستمبر عام 1935 افتتحت الصين أول قنصلية لها في منطقة الشرق الأوسط في القاهرة وتعد مصر أيضا أول دولة عربية وإفريقية اعترفت بالصين الجديدة جمهورية الصين الشعبية في 30 من مايو عام 1956 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر